بسم الله الرحمن الرحيم كيفكم اصحابي معاكم مطبخ دهب ان شاء الله تكونوا بخير وفي صحة جهدها في احسن حين ان شاء الله ياريت لو كنت اول مرة بتشوفوا القناة اضغطوا على مربع الاشراك واهم حاجة فعال الجرس عشان يوصلك الجديد لايك وشير للفيديو فضلا وليس امرا واهم من ده كله تنزلي تكتبيلي كومنت حلو تحت الفيديو لان بدعمكم هنكمل لو سمحتوا انا حطى مسبتة اول تعليق مسبت رابط القناة التانية هننزل فيها وصفات جديدة بازن الله زي ما دعمتونا في هذه القناة لو سمحتو ما تنسوش تدعمونا في القناة التانية اضغطوا على الرابط اشتركوا فعالوا الجرس وانتظروا الجديد ان شاء الله لينك القناة هحطوا في اول تعليق مسبت مثل ما انتم شايفين احيان بيجينا اوقات كتيرة عندنا دجاج مجمد اهو انتم شامعين شايفين لسه طلع بتلجهة وعايز اطبخ ونسيت افكها من بالليل هنشوف كيف هنفكها في اسرع وقت وفي ثواني ان شاء الله مثل ما انتم شايفين اصحابي الدجاجة اهي مجمدة لسه فكاها من الكيس اهي اوكي طيب هنفكها ازاي هقول لكم نجيب اصحابي طبق وهحط فيه الدجاجة وهقلبها على السدر اهو اصحابي مثل ما انتم شايفين هضيف معلقة ملح كبيرة او معلقتين كبار يعني اهو معلقتين ملح والمكون السحري خل التفاح اهو هنضيف معلقة جبيرة او معلقتين يعني معلقتين ملح معلقتين خل تفاح وهنضيف عليها مية عادية من مية الحنفية اهي وهسيبها وهقولكو عالوقت بمنتهى الامانة اللي خديته عشان تفوك اه لايك وشير وما تنسوش الرابط اللي تحت في التعليق المثبت للقناة التانية تشتركوا واتفعلوا بجرس وهنتظر وهشوف الوقت كامل اه فيه بس ملحوظة اصحابي انا انا حطتها على على السدر اه دقيقتين ثلاثة حطيها حوليها يعني قلبيها كل شوية على كافة الجوانب او يكون يفضل ان انت تجيبي طبق اغوط من هذا اوكي عشان المية والملح والخل يلامس كل الدجاج طبعا اصحابي انسيت اقول ان الطريقة دي تمشي مع الطيور واللحم والدجاج وكل حاجة بس اللحم هتحطيه في كيس نيلون مش هتحطيه مباشرة في المية فقط لغير بس حبيتها نوه انا اصحابي اهو شايفين الدجاجة فكت اهي وصارت لينة تماما اهي تقدري بقى تقطعيها تسلقيها هتشي هتتبليها للشو طيب اخدت ايش بقى من الوقت عشان اكون صدقة ودي امانة اخدت عشرين دقيقة مش هطلع اقولك في خمس دقايق احنا بنكتب عنوان عشان يشد يعني انا كتبت العنوان في ثواني عشان بيشد المتابع انه يدخل يشوف الفيديو عشان يستفيد بالتجربة لكن مش هطلع اقولك في خمس دقايق او في دقيقتين فكت تلك اخدت عشرين دقيقة بمعلقة الملح الكبيرة ومعلقتين خل التفاح وشايفين اهيه في عشرين دقيقة فكت في مية الحنفية لنزل العادية خالص مفيش مية سخنة ولا اي حاجة يارب النهاردة الفيديو يكون اعجبكم لو سمحتوا ما تبخلوش علينا باللايك والشير للفيديو كان معاكم مطبخ دهب واشوفكم فيديو جاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حتى من استدرقه شايفين اه واهم حاجة ما تنسوش تكتبونا الكومنت حلو تحت الفيديو ان شاء الله